تعارف فيه مشهدين بالنسبة لي كانوا لفتين برضو بنشمشاهد اللافتة اللي جدا ليك في الحشاشين تحديدا يعني فيه مشهد وانت بتتكلم ان انت كل اسبوع بتقرر تبقى ملك هو دا هو دا فانه انا كل يوم باكل قليل واصرف قليل واجي اخر الاسبوع اشتري كل الاكل وكل الشرب اللي انا عايزه وعيش ملك دا مشهد ممكن الناس تشوفوا ضحك انا شايفه في منتهى العمق الانساني الشخص اللي خد قرار يحقق حلمه ولو بضع ساعات كل اسبوع بالضبط فده بني ادم قرر ما يتكسرش خالص قدام الدنيا هعمل اللي انا عايزه حتى لو الدنيا قليلة يعني وديقة بس انا هعمل اللي انا عايزه وهعيش عيش تلملو الطبيعة المصرية الخالصة ومشهد انا متأكد وحتى كنت بقولك قبل ما ندخل انا متأكد دا مش في السكريبت كان فيما شادي انت مع عمر الخيام وعنين عنده في البيت ومش عايف قالك ايه فانت قفلت منه قلت له بص انا ماش عايز قعدتك دي وروح تواخد بعضك واهم متجه اللي باب الخروج وروح تلافف هدي وروح تواخد تفاح ازن واخد اطمع وماشي دا استحالك كان في السكريبت دا بتاع لا لا با واقل في بعض الافات كده مزودها دي الاضافة اه هي الموضوع كله بتنور معايا والله زي ما بشوف الكاركتر ماشي زعمل ازاي كنت لسا اقول لك لانه دا جزء من تركيبة الزخصية دي زي ما فعلا الداين اللي هو فعلا بنا اللي هو ان لقيت فيه لاين كده اللي عبت عليه اللي هو كل مشاهد عمر مهموم هم العلم دايما وانا واحد دماغي مفاجر حاجتين او ثلاثة فكل ما يابين يقولي انا حزينة يا صاحبان انا زعلان يا صاحبان الليلة فانا فيما شاب بقوله الليلة الليلة فلا هو يعني انت كل يوم فهو فعلا سبحان الله الاستاذ عبرحيم كمال كاتب فكرة ان الهم بتاع العلم هم كبير هم كبير جدا وتساؤلات وتحديدا ان عمر الخيام فيلسوف فعنده الشيزوفرينيا العلمية ما بين الانسان والفكر اللي هو يعني ايه دا فهو انا لقيت دا متحقق فطبعا وجود صاحبان في اللحظة دي اللي هو مكان المتفرج العادي اللي هو لازم افسر هو تقصد ايه يعني ايه فباخد بسيط من الامور وهو حتا الفكرة كلها ايه هو حب عمر الخيام من صاحبان بيفكروا انى هو الحياة بسيطة دا تجرد انساني راجل مش عايز من الدنيا غريومه بس الحياة بسيطة عايز يبقى مبسوطة وزائد ان هو فعليا مرايته صاحبان دبش ما بيجملش حيات يعني عمر الخيام او الناس دي وليكن ان هو مثلا حد مشهور في هذا الزمن فهو مش عايز حد يقعد معاه متملق او يقوله يا استاذي او يا معلمي او مش عايز حد من ده عايز حد يقوله الحقيقة فصاحبان كده فصاحبان كده انت مبيجوش من وراج المشاكل طول الوقت يقوله كده بالضبط انا مفيش يوم عد علام معاك غرب مصيبة بالضبط فهو فعليا اللاين ده انساني جدا انا بقى والله العظيم ولا كنت اتوقع خالص كل هذا النجاح الحمد لله اللهم لك العالم الحمد لله الحمد لله قول لانه يكمل لك لانه بالنسبة ليش هو لانا شغل الفكرة ان انت بتروح شغلك تخلص وترجع بيتك بس فانا بالنسبة لده شغلي ده العادي ده الطبيعي يعني الفكرة بقى ان يجي مراهزة انا حتى والله انا على السوشيال ميديا ما بعرفش ارد قوي ربنا يخليك الحمد لله والله عملك متردش والله لا بس يعني بتكسف ان انا لاي حد كتب لي حاجة فلازم ارد عليه اه او على الاقل مثلا ان انا اعمله عليها مثلا لايك او كلام ده اه ما بعرفش ما عنديش الكياسة الاجتماعية اللي يبعت ان انا ارد على الناس ان انا بالنسبة لي ده شغلي اه دي شغل انتي يعني انا مش باجي للمحاسب مسلا لما بيقفل الاخر الميزانية با اخر السنة بقوله ربنا خاك الميزانية زي الفل اللي تسلم ايدك اه هو بالنسبة الراجل هيستغربك طبعا يعني ده شغلي ده انا اعمل لك شغل مظبوط اه حاجة مسلا انا اقول يوسف الحسيني بعد الحلقة ومخارج الفاظك والحوارة عملته بتحس ان هو ايه حاجة غريبة اه ده شغلي انا لو حد يعني انا مابدقي من الناس اللي بحبش اتفرج على نفسي خالص خالص انا بدايقني يعني معنى ده حاجة او الله وبعدين في نفس الوقت لو حد اسنع علي اي سناء انا بنكره فورا يعني مش مثلا ابقى مكسور لا انا بنكره اقوله لا لا خالص لا خالص يعني ايه لا خالص لا انت مثلا ده عملت كذا 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 وده كان لا ولا خالص عادي شكرا شكرا بس ده كتير علي شكرا بس خالص يعني تايم ذاكير عليك وانا مقتنع ان انا ما عملتش حاجة يعني شغل اه ولو حد هاجمني بروح ضاحك اللي هو طب ليه يعني كذا 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 طيب ماشي يعني ما باخدش ده وبرميه في البحر برضه فكر فيه بالذات لو حد وجهلي انتقاط بس يكون موضوعي الناس بقى اللي بتخش تخبط عماله على بطه يعني تمام 100 فول يعني اللي عيشة بتاعتي من ساعة مسلسلة يدقلي أقسم لك بالله ما تغيرت القهوة قادة القهوة القهوة البسيطة بعض مع مع أصحابي عليها تمام أخلى حاجة الله عظيم و ألاقي مثلا الناس يقول لي أنت ما عملتش فوتو سيشن لازم تعمل فوتو سيشن أتصور بقى و كده فقليل جدا ما الحاجات دي أغلس حاجة الفوتو سيشن أهو الله عظيم شيء سخيف سخيف أوقف و أنت عامل كده طب طب ابتسم ممكن أن أزود لابتسمة شوي يعني أزود لابتساق يا جماعة طب أقول لك على حاجة أنا أنا أدى كده أنا لا بحب أتصور ولا حب أقف قدام فأشاءل علي القدير أن أنا يبقى شغلانتي أن أنا أعد قدامك فأنا أبتسم لما يكون فعلا اللي قدامي أنا حب و وفاة بابتسم ده حقيقي غير كده أنا جهم أيو و لأنني ماشي في الشارع مجهم مسايق مجهم أنا خلقتي كده أعمل اللي هو سبحان الله يعني مهارة يعني أسأل ربنا يعني أن أنا كنت أسيبها في يوم من الأيام فكرة أن أنا أبقى إيه اللي هو يعني اللي هو بقى فاكك اللي هو بقى عارف أنت اللي هو إيه لأ أنا لازم أعيش عيشت الممثل شوية لازم أخس بقى و أثبت الدولية كده و كل شوية صور و مش عارف إيه ما بعرفش ما بعرفش أعمل كده أسلو مش عارف أنا أظن أظن الممثل بالذات أو يمكن حتى في مهنة لو فقدت الجوهر بتاع شخصيتك في مقابل أنك تضفي عليها حاجات مش بتاعتك تبوز ده حقيقي ده حقيقي